تحياتي اخواتي اليوم رح نعملكون نوعين من البرغر برغر لحم وبرغر نباتي طبعا المكونات اخواتي جبنا بطاطا كتشاب مايونيز ونوعين من الصمون وجبني خاصة بالبرغر وبعض الخضروات اللي ممكن احنا نضيفها على البرغر طبعا هاي اللحمة اخواتي جبناها من عند الشيف ابراهيم رح نحط لكم اسم صفحته على الفيس وصفحته على اليوتيوب فينكم تسألوه عن المكونات والاسعار وهذا البرغر اخواتي برغر نباتي جبناه من عند ماركت بني طبعا بتجي قطعتين من هدولي موجود بقلبه كتير انواع من الخضروات وبقلبه امح كمان نباتي مية بالمية طبعا القطعة الوحدة تسعين غرام متل ما انتو شايفين هون حبايل اذا ما بينو عليكم بالفيديو وهلا رح نبلش بطريق التحضير متل ما انتو شايفين اخواتي هذا غريل الشوي فينا نقول يعني نشفي عليه اللحمة واللحمة النباتية رح نحط حاليا من هاي الكريمة هاي طبعا اخواتي متل زبدة نباتية طبعا انت حارو بتحط الزبدة اللي بدك اياها مشان نعمل عليها الخفزات طبعا نوزعهم على الغريل موسيقى 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 متل ما انتو شايفين حاليا احنا بمرحلة تحميص الخبز حبايل موسيقى لازم فقط ارمشوه من جوا حبايب وجانبيا نحن عم نحمي الزيت مشان نحط في البطاطا متل ما انتو شايفين طبعا طريق حبايب الزيت مشان تعرفو ازا جاهز وعلاء بتحط نكاشة الاسنان بقلب الزيت وبتشوف ازا بق بق وعلاء متل ما انتو شايفين صار طلع بق بيء على قولة الحلبية وهيك بكون الزيت جاهز للألي طيب حبايب حاليا رح ناخد البطاطا ونحطها للزيت يا سلام على السلام تعرف تعذوب مأتو شايفين بطاطا لتشهد وشي عدتين نفرقدهم حبايب بحطة ما يدعو ببعبهم ونجهز جنبهم صحن مشان نحط في بطاطا بعد ما ننهر رح نرجع حبايب نحط من الزبدة ونفردها ورح نحمس أول شي النباتي فقط لحتى ما يختلط مع اللحوم والدهن دهن طبع دهن اللحمة بعد ما سأسأناهم من فوق ومن تحت حبايب رح نسكر عليهم مشان يستووا بسرعة هلأ رح نطالع حبايب البطاطا كما أنت شايفين ونحطها بالصحن ونصفيها من الزيت تقويس ورح نحط بعدها وجبة تانية طبعا بالنسبة أي شخص بحب يحط نكهات على البطاطا في نكهات كتير طبعا أنا ما رح حط غير الملح وشوي تفلفل طبعا أنتو أخواتي بتحطوه متل ما أنتو بتحبوه بسم الله يهاز سلام عليك طبعا أخواتي منجيب قطع الجبن نفتح بسهولة متل ما أنتو شايفين ومنحط فوق كل أطعام ومنحط اللي أطعام سلام عليك بعد ما ساحت حبايب قطعة الجبنة على البرقر منشيلها ومنحطها بالصحن وهلأ حبايب راح نرجع نحط زبدة ونذهنها شوي نطرخدها طبعا يعني بقصود ونحط اللحمة لأبنزار يعني لمحسوبي أنا بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هاي اللحمة مكما خبرناكم أخواتي تبع الهامبرغر من عند حبيب قلبي الشيح إبراهيم شغل إيدو شي مرتب وتقيل رح ندوء الطعم إن شاء الله ونعطيكم رأينا بالطعم ورح نشكر هلأ عليهم نحط ترسوا أكثر يا السلام يا حبايب قلبي ما شاء الله تبارك الرحمن طبعا شي ناهي وفاخر يعني شو من روايح يا حبايب هيك حبايب متل ما أنتم شايفين تحمست لحمة الهامبرغر ورح نحط عليها تمام في الجبنة على تل أطعم منحط لنا أطعم تحب تحط بتعطين تمام براحقات ما في أي إشكال ما شاء الله تبارك الرحمن بسم الله يا سلام عليك يا أبني زار يا سلام عليك يا أبني زار بعد ما دابت جبنات حبايب هلأ رح نشيد الأطعم ونحطها بالصحر وناخدها مع أفواتها طيب حبايب رح نحط كتشاب هون من فوق وكتشاب بالجهة التانية ورح نحرق هون متل ما أنتم شايفين طبعا هذا الساتو جديد لزالك عمل هيك به السرعة هاي ورح نحط من الجهة التانية مثل ما شايفين إخواتي شوية مايونيز ونخلطهم كمان بعدين طبعا بتحط حسب الكمية وحسب إذا بتحب المايونيز والكتشاب أو لا بعدين رح نحط إخواتي الخسات رح نحط على كل قطعة خستين طبعا حسب أنت شو بتحب بعدين رح نحط بندورتين بعدين رح نحط ثلاث قطع من المخلال بعدين رح نحط اللحمة بها السهولة هي والجبنة عمى الطالع ما شاء الله روايا حلوة مع الحية ونسكر علي هون وهيك هلايا بكون جاسب وصحة وميد حياة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة